بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الوزراء الثلاثاء الموافق الثاني من كانون الثاني الفينو أربعة وعشرين قرار احتفاءً بروح الشهادة وتقديرًا للمكانة التي حازها الشهيد القائد جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم وتخليدًا لسيرته المعطاء في تحرير الأرض العراقية من دنس عصابات داعش قرر مجلس الوزراء إطلاق تسمية شارع أبو مهد المهندس على مساري شارع مطار بغداد الدولي قرار وفي مجال الإصلاح الإداري وتقييم المديرين العامين وإنهاء ظاهرة الإدارة بالوكالة وفق ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية أقر مجلس الوزراء تثبيت تسع وتسعين مديراً عاماً استناداً إلى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم أربعة وعشرين لسنة ألف وتسعمية وستين وذلك بعد تقييمهم وفق الآليات والمعايير التي صادق عليها واعتمدها مجلس الوزراء أقر مجلس الوزراء تخصيص وزارة المالية مبلغ خمسة مليارات دينار فقط إلى نقابة الصحفيين العراقيين لتغطية علاج الصحفيين من كبار السن والمرضى والرواد ودعم تكافلهم الاجتماعي وكذلك لتكافل وعلاج عوائل شهداء الصحافة الذين يبلغ عددهم أكثر من خمسمائة شهيد صحفي قرر مجلس الوزراء ما يأتي واحد الموافق على بيع قطع الأراضي البالغ عددها سبعمائة قطعة فقط العائدة إلى مديرية بلدية القوش من سكنة القصبة للديانة المسيحية حصرا استنادا إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم 21 لسنة 2013 المعدل لاستقرار المكون المذكور آنفا اثنيا وضع إشارة عدم التصرف على العقار لمدة ثلاث سنوات من تأريخ التمليك وإطفاء المبالغ المترتبة على البيع بحسب قرار مجلس الوزراء المرقم 372 لسنة 2019 قرر مجلس الوزراء ما يأتي الموافقة على قيام هيئة الاستثمار المختصة بتنفيذ ومنح الإجازة الاستثمارية لشركة أحل الوفاء للتجارة والمقاولات العامة والاستثمارات الزراعية المحدودة لإنشاء مجمع سكني عمودي متكامل الخدمات بكلفة كلية 736 مليون و243 ألف دولار على القطع المرقمة 25 إلى 12 و23 إلى 75 و23 إلى 76 مقاطعة 21 السلام في محافظة بغداد العائد ملكيتها إلى جمعية بناء المساكن للضباط من منسوب وزارة الدفاع استنادا إلى أحكام قانون الاستثمار 13 لسنة 2006 المعدل مع استكمال الإجراءات وقرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار العمل بقرار المجلس المرقم 23 ألف أربعمية وستة وستين لسنة 2023 تلبية لحاجات العوائل النازحة والعائدة من النزوح والتخفيف عن كاهلها بحسب ما مثبت في كتاب وزارة الهجرة والمهجرين ويكون تأريخ 30 حزيران 2024 موعدا لإغلاق المخيمات والإعادة الطوعية للنازحين وتأليف لجنة من وزارات الهجرة والمهجرين والتربية والصحة وحكومة إقليم كردستان لإغلاق هذا الملف وفي مجال إصلاح قطاع المصارف وافق مجلس الوزراء على ما يأتي أولاً التعاقد المباشر مع شركة آرنس ويونغ لدراسة موضوع إعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد وتقديم توصياتها بشأنه واقتراح خارطة طريق بهذا الشأن خلال ستة أشهر ثانياً التعاقد المباشر من المصرف الصناعي مع شركة آرنس ويونغ لدراسة موضوع دمج المصارف الصناعي العقاري الزراعي في مصرف واحد من خبراء مختصين لديها وتقديم التوصي المناسب بشأنه وتحديد المدة الزمنية المطلوبة للدمج وآلية نقل الأرصد إلى المصرف الجديد ثالثاً التعاقد المباشر من شركة التأمين الوطنية مع شركة آرنس ويونغ لدراسة موضوع دمج شركة التأمين الوطنية مع شركة التأمين العراقية في شركة واحدة من خبراء مختصين لديها وتقديم التوصي المناسب بشأنه وتحديد المدة الزمنية المطلوبة للدمج وآلية نقل أموالها إلى شركة جديدة استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية المرقم الثنياً لسنة 2014 والضوابط الصادرة بموجبها وأقر مجلس الوزراء ما يأتي إقرار المشروعات المثبتة في الفقرات أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً، خامساً، سادساً، ثامناً، أحد عشر، خمسة عشر من توصيات محضر الاجتماع السادس للاتفاقية الإطارية العراقية الصينية استناداً إلى أحكام المادة ثنياً المحور الثاني الاتفاقية العراقية الصينية من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 واثق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحيئة العلياء للحج والعمرة رقم 23 لسنة 2005 الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفي قطاع الطاقة الكهربائية أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقم 23108 لسنة 2023 بشأن صيانة محطات الديزل وتشغيلها شمال الديوانية وشرق الديوانية وشرق كربلاء وشمال الإعمارة مع شركة STX بحسب الآتي واحد إعلان وزارة الكهرباء مناقصة بأسلوب التأهيل المسبق اثنياً استثناء وزارة الكهرباء من مضمون الفقرة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 2022 واثنين وعشرين كما أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم 23326 بحسب الآتي واحد اعتماد سعر مئة ألف دينار فقط للطن الواحد من منتوج النفط الأسود المجحز إلى معامل الطابوق كافة ثنياً بالنسبة للمعامل في القطاعين العام والخاص التي تستخدم النفط الأسود في التشغيل والتوليد عدا ما جاء في الفقرة واحد آنفاً يكون التجهيز بسعر 150 ألف دينار فقط للطن الواحد ثلاثة توحيد أسعار المنتجات النفطية للمشروعات المجازة من وزارة الصناعة والمعادن والهيئة الوطنية للاستثمار وتحديد سقف زمني للتنفيذ وبخلافه تغلق هذه المعامل لمدة سنة كحد أقصى وأقر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء المرقم 23.035 لسنة 2023 بشأن تأجيل استفاء الرسوم القمرقية للسلع والبضائع المستوردة باسم الوزارات والجهاد غير المرتبطة بوزارة ما لم ينص العقد على تحمل المصدر تلك الرسوم لغاية تأريخ 30 حزيران 2024 أيضا وافق مجلس الوزراء على مقترحات تبسيط الإجراءات الحكومية التي قدمها السيد مستشار رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ضمن رؤية شاملة لتبسيط الإجراءات الحكومية تتضمن دليلا واضحا وتدريب أعداد الموظفين بشأنها وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن على أهمية أن يلمس المواطن نتائج هذه الرؤية والإجراءات بشكل حقيقي شكرا